تحرك السيد الصدر شوكت ينتفوض راح ينزلون احتجاج لو ما ينزلون احتجاج ينزلون في هذا القانون يشاركون وما يشاركون أنا قراءتي لأنه ما في قلب السيد الصدر وفي عقل لا يعلمه إلا السيد الصدر الله سبحانه وتعالى والسيد الصدر حتى المقربين ما يعرفوه أنا قراءتي وهذا رأيه سيسمعوه الصدريين ما يسمعوه الصدريين إذا رجعوا في هذه الانتخابات وفي هذا القانون وفي المفوضية اللي راح يختارها لإتلاف الحاكم هذا القانون أكبر الخاسر أن يسهل نعم هسه يقول ليش إذا رجعوا في هذا القانون وفي هذه المفوضية وتحت الإجراءات الحكومية نفسها فالتار الصدري أكبر الخاسري ليش لأنه لنفرض أنه في هذا القانون حصل التار الصدري 73 وهم رح يحصلون هما حاسبين الجماعة حاسبين كل واحد شقد رح يحصل مثل الجيل الجديد حاسبين أنهم شقد يحصلون 16 في القانون الجديد وتسعة في القانون القديم الجماعة حسب للتائر الصدري التائر الصدري في القانون الحال أصواتهم مع القانون الحالي ما تتجاوز الخمسين ما قاعد وفي أي قياسات يجبون للأصوات مالتهم يقسمونها على الواحد بوينت سبعة في كل دائرة واحد بوينت سبعة يطلع له مثلا هنا ثلاثة هو حاليا يجوز عنده في في التجربة ما للفين واحد وعشرين يجوز عند التائر الصدري مثلا محافظة تسعة يطلع له بالمحافظة هاي خمسة وفق هذا القانون زين؟ والإطار؟ لنفرض لنفرض يطلع الإطار أكثر لنفرض التائر الصدري حصل ثلاثة وسبعين هو ثلاثة وسبعين اعتبر رقم كبير جدا قياسا أيضا بأقران أعلى كتلة محصلة ثلاثة وسبعين ما عندنا كتلة محصلة ثلاثة وسبعين منفردة أكو تحالفات محصلة بس كتلة منفردة يعني أياد على وهم كانت تحالفات حتى اتلاف دولة القانون كان اتلاف مو كتلة منفردة صدريين كانت كتلة صدرية قح حصلت 73 بال73 ما قدر يمرر قانونه مشروعة تريد مثلا بالخمسين يرجع ويمرر مشروع آخر إلا إذا عاد وانقلب على مشروعه وقال أن أقبل بالتوافقية لأن الدخول في هذا القانون والدخول في هذه المفوضية والدخول تحت هذه الإجراءات معناه سيعيد التيار الصدري إلى مربع ما قبل 2021 وإلى مشاريع ما قبل 2021 الحكومات الاتلافية والحكومات التوافقية فهم أعدهم خيار خيار يرجع ويقول لك أنا لا أستنزف أكثر وهذا ما أعتقد أنا أعتقد السيد الصدر حاليا يفكر بمرحلة أكثر من المرحلة السياسية الحالية إذن هو ليش مثلا يدافع عن دوائر المتعددة ودوائر المتعددة لغدروا بالسيد مقتد الصدر هما نفسهم الذين راحوا بفرث المعطلة وكانوا راحين باتجاه الأغلبية لك أن هذا القانون الباقي أنا أقول لك جزء من عنده شوفي أمور استراتيجية ما تنحج شيء يعني القانون هذا السابق مو الحالي أول خطوة سوها أنه أزاحنا الزعماء نزاحوا ما رشحوا بالانتخابات وهذه خطوة ذكية أنا أزاح بشكل ديمقراطي بدل ما أقول أنت ما لك حق ترشح أي أنا أزاح بشكل ديمقراطي من نخلي إلى دائرة على سبيل المثال السيد المالكي من نخلي إلى دائرة ما يقبل أن ينزل بهذه الدائرة أم مرة خشية الخسارة ومرة يقول لك أنا أنا روح أتنافس وي واحد مثلا من الشباب موالي التسعين أو أنه جايب له مثلا فات خمسين ألف صوت أو ثلاثين ألف صوت وأني زعيم إتلاف دولة القانون هاي العبا الديمقراطية هذه ما تشتغل فيقول لك بالدوائر المتعددة بالدوائر الكبيرة أنا ممكن أجيب خمسمائة ألف صوت هاي الخمسمائة ألف صوت أصعد بيها مثلا فدخ مستعش نائب في القانون السابق هذا ما كل حاجة ما يمشي باوع فخطوة ذكية كانت الزعماء الزعماء خمسة وتسعين بالمئة ما حد رشع لا بس لا ما لا علاقة يعني زعماء الكور ما لا علاقة زعماء الكور لا لا اسمح لي زعماء الكور طول عمر هم يرشحون بالانتخابات وهم زعماء ما لا علاقة زعماء يعني انتدى تحكي على الشيء اسمه زعماء لا لا الزعيم التقليدي اللي باقي هو يطخم اسمح لي السؤال يعني وإذا لا المالكي المالكي في 2014 جاب 700 ألف صوت شكوم مقعد صعيد ما يخالف هسا هسا جايب 34 لا 700 ألف صوت شكوم مقعد يصعد عدل مقعد الآمال آخر هسا بعد بحياته هسا اللوي الرشح ما يجيب ما يجيب 700 ما يجيب 100 جهد جيب 100 ما يجيب 100 150 طبعا في حين كان صفر هذا الرقم في القانون السابق صفر هذا الرقم هذا الترويج خاطئ للجمهور الله دكتور خليني أسألك حتى ناقش هذه القضية أنت قبل قليل كنت تقول أنه التيار الصدري في هذا القانون أكبر الخاسرين نعم أردفته بالقول أنه هذا القانون سيعيد الزعامات من جديد نعم إذا قضية على الزعامات فسيد مقتدى زعيم كبير فالتيار الصدري بزعامة سيد مقتدى الصدر سيكتسح إذا كان بالرقم لا لا مهش لا 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 مرة أنت تحكي عن زعامة سياسية مرة تحكي أنا أتحدث عن زعامات تتشارك في الانتخابات وهاي المشاركة مع الانتخابات التيار رمزيت بسيد مقتدى لا اسمح لي وسيد مقتدى ما نازل ما تترجم هذه الرمزية على شكل أصوات يعني مثلا أنت من ينزل الحج العامر أو ينزل سيد مقتدى الصدر ما تتكلم مثلا مسعود برزاني منازل شيخ قيس الخزعلي منازل سيد عمار حكيم منازل لا أتكلم عن الزعامات التي تنزل في الانتخابات وتجتذب أصوات عشرات إلى مئات الآلاف الأصوات التي تتحول إلى مقاعد هذا بالقانون 21 هذا الاجتذاب راح المغناطسية مالتها راحت يعني بقى هو وتأثير أو هالته صار حالة حال نتكلم عن الأصوات التي تترجب إلى مقاعد تعتقد هاي الأسماء التي ذكرتها ما زالت وتها هاي الحظوة من هو هاي الأصوات تسميها زعامات الآن إذا نزلت الانتخابات حيثها قواعد جماهيرية تجيب هاي الأصوات نعم 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 هسا قد قيل ما يجيب 700 بس يجوز يجيب لـ 200 ألف شو تقول إن ستسروة يعني يعني يقول الوضع تغير تماما ما راح يجيب هاي الأصوات مستحيل من سابع المستحيلات مستحيل مستحيل